بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عامليني يا ربكم في خير معكم مستر رحمد نادا والنهاردة ان شاء الله هنبدأ أولى حلقات شرح unit 2 اللي هي بتتكلم عن sound and light يعني الصوت والضوء listen one فيها يا شباب بيتكلم عن properties of sound waves يعني خصائص الموجات الصوتية تاني properties of sound waves خصائص الموجات الصوتية listen ده كبير شوية يا شباب عشان كده هنقسمه على three parts تلات اجزاء عايزك تركز معي كويس جدا عشان تفهمه ان دوت بيعتبر من اللي دمها تقيل شوية على قلبك انا عارف عشان طويل وفي معلومات كتير let's go يا شباب يلا بينا نبدأ يلا بينا نبدأ اول سؤال هسأله النفسي what is the sound ما هو الصوت it is an external factor هو مؤثر خارجي أو عامل خارجي or stimulus stimulus يعني مؤثر that affects the ear causing the sense of hearing يعني هو مؤثر خارجي بيأثر على الأذن causing the sense of hearing ويسبب الإحساس بالسمعة ويسبب الإحساس بالسمعة تمام كده جميل جدا السؤال اللي بعد كده how is the sound produced كيف ينتج الصوت الصوت ده بيجي منين قال لي ان الصوت دوت it is produced due to vibration of bodies بيجي نتيجة اهتزاز الاكسام and it stops وبيتوقف الصوت دوت when the vibrating of bodies stop او when the vibrating of bodies stop يعني لما هتزاز الاكسام ديت يتوقف اتفقنا كده جميل جدا طبعا احنا عارفين ان دي اسمها tuning fork شو كرا ان انت لو خبطتها هيبتدي يطلع منها sound waves على شكل compression and reflection لان sound mechanical wave صح كده mechanical longitudinal وده السؤال اللي بعد كده what is the of the sound waves ما هي طبيعة موجات الصوت قال لي it is a mechanical longitudinal waves هي موجات ميكانيكية طولية طب ليه mechanical قال لي because it neither medium to propagate الناس اللي حضرت معانا unit one لاني الميكانيكال waves بتحتاج medium عشان propagate يعني تنتشر طب ليه هي longitudinal قال لي because the medium particles لاني جزيئات الوسط vibrate in the same direction of wave propagation بتنتشر او بتتحرك في نفس اتجاه انتشار الموجة and forming compressions and reflection وبتتكون من تطاغطات وتخل خلات لو compressions and reflection تفعنا كده وكمان الساوند ويفز يا شباب propagates through media as spheres يعني الصوت بينتشر على شكل كرات whose center is the source of the sound ومصدر الصوت بيعتبر center بتاع كل ال spheres دي ازاي يعني لو انا بتكلم وفي حد واقف قدامي وحد واقف ورايا واحد على يميني واحد على شمالي مش اللي الاربعة هيسمعوني معنى كده ان الساوند هي propagate as spheres بينتشر على شكل كرات فكل اللي واقفين حوالي هيسمعوني صح كده جميل جدا يلا نكمل قال لي طاب جيف ريزون we hear sound from all directions that surround the sound source ليه بتسمع الصوت من جميع الاتجاهات المحيطة بمصدر الصوت قال لي because the sound travels through air لان الساوند بينتشر في الهوا as pulses على شكل نبضات of compressions and reflections من التضغطات والتخلخلات whose center is the source of sound ومصدر ال compressions and reflections دي مصدرها هو مصدر الصوت او مركزها هو مصدر الصوت تمام كده يجي لك كمان سؤال what me to buy الوافلنس بتاع الساوند ويف is 1.5 متر الوافلنس بتاع الساوند يعني الوافلنس بتاع longitudinal wave صح كده اللي هو الطول الموجي للموجة الطولي اه خدناه المرة اللي فاتت او في اليونت اللي فات this means that the distance between the centers of two successive compressions or two successive reflections in such wave is 1.5 متر ده معنى ايه ان المسافة ما بين المراكز بتاعت تضغطين متتاليين او تخلخلين متتاليين هتطلع المسافة دي قد ايه 1.5 متر يعني متر ونص اتفقين معايا لحد دلوقتي يا شباب اظن لحد دلوقتي احنا يعتبر ما قلناش حاجة جديدة تي كلها معلومات عامة ومعلومات قديمة خدناها قبل كده قال لي طب بالنسبة للساوند فيلوسيتي قال لي مش الساوند ده ويف موجة من ضمن الموجات اللي احنا درسناها في يونت وان صح كده يبقى it is the distance which is covered by the sound waves in one second يبقى سرعة الصوت هي المسافة اللي بيقطعها الموجة بتاعت الصوت في السانية الواحدة طب بيبقى قد ايه قال لي الساوند فيلوسيتي ان اير سرعة الصوت في الهواء بتكون سري هندرد فورتي ميتر برساكد تلتمية واربعين متر لكل سانية وكمان نقدر نطبق قانون انتشار الموجات على الساوند ويبز اللي هي ان الويف اقوى الفريقونسي time is الويف لنث اللي هو الويف اقوى الاف ملتبلاي لامضة اتفعنا كده شباب وكمان عارفين من اللي اللي فات او من اليونت اللي فات ان الساوند فيلوسيتي سيرو صالد بريتر زان ليكويد بريتر زان جازس ان سرعة الصوت في الصولد اكبر حاجة اكتر من الليكويد واكتر من الجازس معايا يا شباب لحد اللي طب ممكن ناخد كده بروبلم سريع كده على اللي اللي فات دوت القانون اللي فات ده تعالوا بينا نشوف قول ان الساوند ويفز ار بروتوزد فروم فيبريتنج فورك الصوت الناتج او الموجات الصوتية الناتجة من اهتزاز الشوكة كان الفريقونسي بتاعها 512 سايكر بر سيكتر خمسمية و 12 دورة في الثانية لو الوافلينس كان 60 سنتيمتر طبعا هنا حط خط تحت 60 سنتيمتر عشان الوافلينس احنا بنشتغله بالميتر صح؟ يبقى لازم اعمل كونفيرجن لازم احول الستين سنتيمتر دول الى ميتر صح كده؟ قبل ما ابدأ احل المسألة قال لي الكالكوليت زا فيلوسيتي طوله بسيطة انا دلوقتي معايا الفريقونسي ومعايا الوافلينس وعايز الفلوسيتي يبقى ما فيش غير قانون واحد يحلها اللي هو الفي اكوال الاف ملتبلاي اللامبدا صح كده؟ تعالا كده نجرب ادي الواف فريقونسي 512 تايمز اللامبدا اللي هي 60 ديفايد 100 عشان نحولها المتر هتطلع 307.2 ميتر بير ساكند يعني سرعة الصوت او سرعة الموجات بتاعة الصوت في الحالة دي هتكون 307.2 ميتر بير ساكند يعني هو 2 من 10 متر لكل ساكند اتفقنا كده نشوف البروبلم من بعد كده بيقولي كالكوليت زا ويف لينز احسب الواف لينز لو عرفت ان الفلوسيتي الفي وان ساوزان فاينف هندر ميتر بير ساكند والفريقونسي 10 كيلو هيرتز لو سمحت حط لي خط كده تحت 10 كيلو هيرتز انت بتشتغل الفريقونسي بالهيرتز ولا بالكيلو هيرتز بالهيرتز يبقى لازم نعمل كونفيرجن صح كده؟ طب هو الكيلو هيرتز في كام هيرتز؟ 10 power 3 اللي هو 1000 صح كده؟ يبقى لوقتي انا عندي 10 كيلو هيرتز دول يبقى 10 times 10 power 3 هتطلع 10 000 هيرتز يبقى لازم الفريقونسي يتحول اولا صح كده؟ اهو فعلا حولت الفريقونسي بعد كده استخدمت اللوقف بروباجيشن ان الفي اقوال الف ملتبلاي اللامبدا وبعدين هيبقى الوافلينس اهو هيبقى الفريقونسي هيطلع زيرو بوينتو آآ زيرو بوينت وان فايف متر فأنا كده يا شباب في مشكلة هتمنى ما يكونش في مشكلة لو ليكوا اي تساؤلات ياريت تسألونا في الكومنتز تحت تسيبونا اسئلتكم في الكومنتات تحت طيب دلوقتي يا شباب فيه types of sound waves انواع من موجات الصوت زي audible sounds الاصوات المسموعة ودي can be classified in two groups نقدر نقسمها لمجموعتين اول واحدة الميوزيكال تونز اللي هي النغمات الموسيقية طيب دي عبارة عن ايه اللي they are tunes of uniform frequency دي نغمات التردد بتاعتها منتظمة and comfortable to be heard ومريحة للسمع مش هتتعبو داني لو سمعتها زي الفايلون والبيانو والريد بايب اللي هم الكامانجا والبيانو والمزمار طيب النغمات التانية اسمها noise noise يعني ضوضاء they are tunes نفس الديفينيشن بس بدل uniform هنكتب non uniform وبدل comfortable هنكتب uncomfortable يعني noise frequency بتاعها non uniform مش منتظم و uncomfortable غير مريحة للسمع زي الدريل اللي هو الحفار او load speakers او horn of cars اللي هي الكلاكسات بتاعت العربيات اتفعنا كده يا شباب مم معي ودلوقتي يا شباب في live application كده صغير تعالوا نبص عليه سوا قال لي ان في real life application تطبيق في حياتنا بنستخدمه اسمه ال air plugs اللي هي السدادات ال اوزن made of silicon دي بتتصنع من السيليكون زي وبتتبع في الصيدليات ليه عشان الناس اللي بتشتغل في اماكن noisy دوشة شوية يستخدمها عشان ده ما يقصرش على ال air عنده ال اوزن بتاعته ويدمرها او يتسبب له في ضرر تمام كده بتبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن سدادة زي بتاعت ال head phone كده تمام السماعات اللي بتحطها في ودانك and take the shape of external air canal وبتاخد شكل قناة ال اوزن الخارجية where these plugs are used وال plugs دي بنستخدمها to avoid the hazards of noise عشان نتجنب الاضرار بتاعت اللي فيها اصوات تمام كده اتفقنا دلوقتي عايز اسأل نفسي سؤال ازاي وداني بتفرق ما بين الاصوات المختلفة ولو سمعت صوت حد انا عارفه اقدر افرق ما بين صوته وصوت شخص اخر قال لي ان الهومان اير can differentiate الاوزن البشرية تقدر تفرق between sounds that reach it ما بين الاصوات اللي بتوصل لها through three different factors من خلال ثلاث عوامل مختلفين which are الفاكتورز دي بتكون اول حاجة sound peach يعني حدة الصوت ازا كان ناعم ولا خشن sound intensity شدة الصوت ازا كان strong ولا weak قوي ولا ضعيف وكمان sound quality او sound type جودة الصوت او نوع الصوت اتفقنا كده كل واحدة من دول هناخدها في حلقة يعني النهاردة هناخد sound peach only حدة الصوت فقط والحلقة الجاية ان شاء الله هناخد sound intensity والحلقة اللي بعد كده هناخد sound quality خليكم مركزين معي كويسي شباب في sound peach sound peach it is a property by which the air can distinguish between rough and sharp voices هي خاصية بتتمتع بيها الأذن وبتفرق بيها ما بين rough يعني الصوت الخشن والشارب لو الصوت الحاد الناعم اتفقنا كده قال لي ان sound is described as high peached or low peached وهنا نقدر نوصف الصوت اذا كان الصوت دوت ناعم جدا او شارب حد بنسميه high peached صوت عالي الحدة وزا كان هو الصوت ده rough خشن بنسميه low peached يعني صوت منخفض الحدة زي مين؟ قال لي زي المان والومن بص كده على sound waves اللي خارجه من الومن ومن المان هتلاقي ان هنا frequency التردد بتاع الوافز دي high تردد عالي ليه؟ قال لي عشان number of waves per second هنا كتير عدد الموجات اللي بتنتجها في الثانية الواحدة كتير فهنا يبقى ده high peached sound صوت عالي الحدة هيتطلع الصوت ده رفيع او ناعم او زي ما بنقول كده ببدادي نسرسع صح كده؟ اما المان لو بصيت على frequency بتاع الصوت بتاعه هتلاقيه frequency قليل يبقى ده low peached اتفقنا كده؟ يبقى انا عندي high peached sound وده بيكون sharp او soft حاد او ناعم زي الومن والبيرتز طب ليه؟ قال لي due to it has high frequency لانها تمتلك ترددات عالي اما the low peached sound ده بيكون rough او harsh rough او harsh يعني صوت خشن زي المين واللين القصود طب ليه؟ due to it has low frequencies لان لها ترددات منخفضة قال لي كمان عايزك تلاحظ حاجة ان sound peach دلوقتي directly proportional مع frequency بتتناسب ترضيان مع frequency يعني كلما ال frequency يزيد sound peach هيزيد هو كمان اتفقنا كده؟ قال لي طيب كمان خد بالك من الملحوظة اللي هقولها لك ديت ان as the sharpness of voices increase كلما حدت الصوت زادت فمعناه ان sound peach get higher يعني ان حدت الصوت بقت اعلى وان ال voice بتاع lion صوت الاسد is harsher than sparrow اخشن من صوت البغبغان او العصفور صح كده؟ هم فهمني عن ايه sound peach ودلوقتي يا شباب بتاعون نعمل activity سوا عشان الاستريت نوضح ال concept بتاع sound peach and its relation وعلاقته بال sound frequency بالتردد بتاع الصوت دلوقتي احنا هنجيب book زي ده كده two pencils و elastic band اللي هو stick مثلا تمام؟ اللي هو زي membrane كده او زي ال rubber مطاط وتعالوا بينا نشوف لما نطول الجزء اللي بيحصل له vibration اللي بيحصل لل frequency واللي بيحصل لل sound peach ولما بنقصر دوت او ال elastic band ايه اللي بيحصل لل frequency وال sound peach هنلاقي ان بتتغير as the length of vibrating segment كل مطول ال string ده ال water ده بيتغير ازاي؟ قال ان sound becomes harsher الصوت هيصبح اخشن as the length of steering increases كلما تطول الجزء اللي بيحصل له vibration دوت بتلاقي ان الصوت بيخشن and the sound become more sharper والصوت هيصبح اكثر حدة لو length of string decreases لو قللت طول ال water ده يعني قربطة two pencils من بعضهم يبقى كده number of vibration produced in one second عدد ال vibrations اللي بتحصل في الثانية اللي هي ال frequency بيزيد لما بتعمل decreasing لل length of string لما بتقلل طول ال water صح ولا غلط؟ جميل جد قال لي طب يبقى انت كده ال conclusion بتاعك ايه؟ استفدت ايه؟ قال لي ان sound peach هي عبارة عن property لل sound بتفرق بيها ال ear ما بين harsh وال sharp voices وان sound peach depends on frequency بتعتمد على frequency واني relation ما بينهم directly proportional علاقة ما بينهم علاقة تناسب تردي يعني الاثنين هيزيدوا مع بعض هيقلوا مع بعض وهنا هتلاحظ ان كلما frequency increase كلما التردد زاد كلما sound peach increase واني sharp tones النغمات الحادة بيكون عندها high frequency اما harsh tones النغمات الخشنة بيكون عندها low frequency ترددات منخفضة so ولذلك by increasing the length of string كلما تطول طول الوطر frequency decrease التردد بيقل وال sound peach بيبقى low معنى كده ان الصوت بيكون harsh الصوت بيكون خشن اتفقنا كده جميل جدا قال لي طب تعالى دلوقتي كده نشوف producing sound from vibrating of air vibration of air column يعني تعالى نشوف الصوت اللي هينتج من اهتزاز عمود من الهوا تمام بص كده على ال two bottles دول هتلاقي واحدة فيهم مش مليانة قوي والتانية مليانة ايه شوية وهنلاقي هنا lens of air column طول عمود الهوا كبير وهنا lens of air column طول عمود الهوا صغير اتفقنا كده لو جينا صفرنا هنا وهنا الصوت اللي هيطلع من البطل دي هيكون هنا harsh خشن وهيكون هنا sharp ناعم ليه هم تفتكروا ليه قال لي لان lens of vibrating column decrease sound frequency increase كلما طول عمود الهوا اللي بيهتز هه قال كلما frequency زاد sharpness sound increases وكلما lens of vibrating column increase كلما طول عمود الهوا ده زاد كلما sound frequency decrease يعني التردد قال لي بقى الصوت هيبقى harshness أو harshness بتاع الصوت هيزيد اللي هو خشونة الصوت هتزيد اتفقنا كده شباب جميل جدا قال لي خد بالك بقى frequency increase by decreasing the lens of air column and vice versa ان تردد الصوت هيزيد لما تقلل طول عمود الهوا والعكس صحيح ودلوقتي يا شباب جي معدنا مع الاسئلة لو سمحت توقف الفيديو لحظة اقرأ السؤالين وجاوب عليهم واسيب لنا الاجابات تحت في الكومنت طيب يا مستر لو انا عندي a non-tune نغمة مجهولة عايز احدد لها البيتش بتاعها يعني حدة الصوت بتاعها او اعرف frequency بتاعها هل في جهاز يقدر يقول لي frequency بتاع التون دي بتاع النغمة دي قد ايه اهو في جهاز اسمه savoir's wheel عجلة savoir عبارة عن عجلة شبهة اللي انت بتركبها في الضبط كده بيبقى فيها shares مجموعة من truth وكل ترس فيه number of teeth عدد معين من السنون تمام الترس ده هو بيلف بيبتدي يعمل هه صوت لانه بيبقى connect متصل بمتاليك بليت ب قطعة معدن قطعة المعدن دي طول بالترس بيلف كل سنة بتخبط في المعدن بتصدر صوت او بتطلع صوت طب انا اعرف منين الساوند بيتش بتاع الصوت المجهول ده قال لي اول خطوة listen to the tune اسمع النغمة اللي انت عايز تحدد البيتش بتاعتها وبعدين rotate savoir's wheel دور عجلة savoir add the same time وفي نفس اللحظة one of the jerk teeth سن من السنون بتاع الجير اللي هو الترس كون تاكتس بيبقى متصل بفليكسابول متالك شيد قطعة معدن مرنة او قابلة للتاني increase the speed of rotation بتدي زود سرعة الدوران بتاعة بتاعة savoir's wheel لحد ما tell you hear a sound similar to that of the unknown لحد ما تسمع صوت شبه الصوت بتاع النغمة المجهولة اللي انت سمعته طب وبعد كده calculate the number of turns or cycles احسب عدد اللفات اللي انت لفتها واعتبره d taking place in specific duration وطبعا دي اخد مدة معينة منك انت فضلت تلف العجلة دي لمدة معينة ابتدي record سجل time اللي انت اخدته and by knowing the number of teeth of the year وعن طريق معرفة عدد الاسنان بتاعة الترس تقدر تحدد frequency بتاع الصوت ده as follows زي ما هقولك دلوقتي مش frequency equal number of waves divided time هم الكلام دي صح والغلط frequency definition بتاعه بيقول ايه the number of waves produced in one second يعني number of waves divided time طب لو انا حبيت احسب number of waves في الحالة دي عدد الموجات اللي بتصدر هحسبها ازاي قال لي مش H جير كل تيرس consist of a number of teeth مكون من عدد من الاسنان H كل سنة produce a wave بتنتج موجة الوحدة ونت touch زي metallic plate ولما بتلمس المتاليك بليت ايه اللي بيحصل اللي ساعتها نقدر نحسب number of waves عن طريق ان احنا نعمل multiplication number of cycles عدد اللفات اللي انا لفتها multiply أو times number of years في عدد الاسنان بتاعت التيرس صح كده اشوف انا لفت كم لفة واضرب عدد اللفات ديت فعدد الاسنان لان كل سنة بتنتج عشان اجيب total number بتاع الوايفز عدد الوايفز كلها عدد الموجات اللي تم انتاجها بالكامل معنا كده ان انا هروح اشييل number of waves وحط مكانها d time is n صح كده يبقى شكل القانون هيتغير هيبقى الشكل ده frequency equal d multiply n divided t وده القانون اللي احنا هنحفظه وهنحل بيه problem ده vip ده مهم جدا اتفقنا يا شباب قال لي طيب كمان تقدر تحسب speed of rotation لو حبيت سرعة الدوران اللي انت بتلف بيها هي عبارة عن ايه number of rotations عدد الدورات اللي انت بتعملها divided time in seconds على الوقت بس يكون بالساني تمام كده يا شباب قال لي نوت خد بالك by increasing the speed of rotation كلما تزود سرعة الدوران كلما frequency increase كلما التردد تزاد لان number of waves تزيد then the sound become high peached والصوت هيبقى اكثر حدة يعني هيبقى شارب حاد او ناعم حد الوقت في مشكلة ماشيين معايا جميل جدا قال لي طب دلوقتي تعالى ندخل على problems ونحل سوا ولي calculate the frequency يبقى انا عايز احسب الفريقونسي يبقى الف unknown مجهولة لو عرفت ان الموسيكال تون similar to frequency produced by تون using سافارت سويل rotated with velocity 960 cycles in 2 minutes هنا انا معايا D اللي number of cycles ومعايا T اللي هو time given that لو عرفت ان عدد الاسنان بتاعة الترس 30 تيس 30 سنة تقدر تحسب لي frequency بسيطة مين اللي انت عايزه frequency بيبقى بالهيرت الصح خلي كده النون قدام عينيك عشان تبقى عارف انت عايز تحسب اين طب D 960 طب T 2 minutes طب N 30 تيف 30 سنة لو عدد اسنان الترس الاول لازم تحول time من minute ل second طب هما الدقيقتين فيهم كام ثانية الدقيقة فيها 60 ثانية يبقى الدقيقتين to multiply 60 هتطلع 120 سنة صح كده جميل جد تقبل frequency D time is N divided T هحسبها هتطلع 240 هيرتز اتفقنا يا شباب تعال نشوف اللي بعده تقول لي لو الوال frequency sound produced by touching a metallic plate with a gear in the 100 هيرتز ادي frequency f calculate the number of jerseys احسب عدد الاسنان اللي هي N لو الوال دي rotate with speed لو العجلة دي بتلف بسرعة 120 cycle per minute 120 دورة في الدقيقة طب انا كده معايا D ب120 time one minute الوقت دقيقة واحدة يعني 60 ثانية 60 seconds صح كده ها ابتدي اشتغل الاف equal D multiply N divided T طب هو انا عايز مين انا عايز الان حاول تخلي الان لوحدها وتمشي T الناحية التانية وتمشي D الناحية التانية طب ازاي قال لي مش انت عندك T هنا divided وديها هنا times عكس الايه الاشارة بتاعتها طب مش الدي هنا times وديها الناحية التانية divided فبقت الان equal F times divided D في الحالة دي بقى بعد ما وصلت القانون للشكل اللي انت عايزه وخليت الشيء اللي انت بتدور عليه موجود لوحده اعمل substitution by numbers ابتدي عوض بالارقام شيل الف وحط الرقم بتاعها شيل تي وحط الرقم بتاعها شيل دي وحط الرقم بتاعها شيل دي وحط الرقم بتاعها هتطلع لك الارقام مزبوطة جدا تعال نجرب هنلاقي ان الان equal F times divided الف الف 100 hertz و time 1 minute عشان هحوله يبقى multiply 60 و D 120 هحسب الارقام ديت كده مع بعض هتطلع لي في الاخر ان number of years 30s عدد الاسنان بتاع الترس 50 تيف 50 سنة اتفقنا كده شباب جميل جدا تعال نحسب حاجة تانية بقولي calculate the time in minutes احسب الوقت بالدقايق اخد بالك هنا وعطت لك شرط لما هتحسب الوقت انا عايزه بالدقيقة taken by savert's will to make 600 cycles طيب ادي عدد السايكل اللي هي D لو Frequency 300 هرتز و number of years 30s عدد الاسنان 60s ادي ال N كده معايا ال D وال F وال N عايزه احسب مين ال time تعال كده معاي اكتب القانون اللي هنحل بيه ال F equal D multiply N divided T طب ال F equal D multiply N divided T وأنا بدور على T طب ما تجيب T دي الناحية دي multiply بدل ما هي divided هنا طب ومعادي انا عايزي تتيل واحدة ودي ال F في الناحية التانية بدل ما هي هنا times هتروح الناحية التانية divided صح كده ودلوقتي اعمل substitution عوض بالارقام شيل ال D وحط 600 وشيل ال N وحط 60 وشيل ال F وحط 300 هه هيطلع عندنا time 120 seconds مية وعشرين ثانية يعني يعمله كم دقيقة عشان حاول من سوين الدقايق يبقى divided 60 صح كده هتطلع يعني الوقت اللازم لحد اللوقتي يا شباب في مشكلة جميل جدا والحد هنا يا شباب اكون حلقتنا خلصت هستنىكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وهستنىكم كمان تنضموا الجروب بتاعنا على الفيسبوك واعمل شير للحق لكل اصحابك وقريبك اشان يستفيدوا زي ما انت استفدت واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته